يشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس النجس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في بطولة دبي الدولية للترايثلون والتي ستقام يوم غد الجمعة وتأتي مشاركة سموه استمرارا للمشاركات الخارجية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنظم دبي النسخة الجديدة بطولتها الدولية للترايثلون امتدادا لاهتمامها بهذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة وكاد سموه أن مشاركته في بطولة دبي للترايثلون تأتي ضمن البرنامج الخاص للمشاركة في تحدي البحرين والذي يأمل سموه من خلاله تحقيق نتيجة إيجابية تشكل له دافعا قويا في المشاركات المقبلة معتبرا أن تواجده في السباق ستكون له آثارا إيجابية من خلال اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تعينه في مشاركاته المقبلة خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين يمتلكون قوة بدنية عالية تؤهيلهم للمنافسة على اللقب مشيرا سموه إلى أنه سيسعى بكل قوة إلى تحقيق إنجاز جديد بعد الإنجاز الأخير الذي حققه وذلك لتأكيد مكانته على المستوى العالمي كما أشار سموه إلى أهمية مشاركته في السباق الدولي التي ستسهم في تأكيد التواجد البحريني في المحفل الرياضي الكبير وتعزيز الإنجازات التي حققتها رياضة الترايثلون البحرينية وذلك في السنوات الماضية وأضاف سموه أن سباق دبي للترايثلون يعد من السباقات التي تمتلك مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتباره الأقوى من كافة النواحي حيث حققت العام الماضي نجاحا كبيرا وكان سموه الشيخ ناصر بن حمد قد تدرب بصورة مكثفة في الفترة الماضية قبل التوجه إلى دبي وبيّن سموه أن التدريبات سارت وفق الخطة الفنية الموضوعة وهي بتصاعد مستمر بعد إجراء الحصص التدريبية التي تحاكي مسافات السباق وطبيعة مساراته في السباحة والدراجات والجري مؤكدا سموه وصوله إلى الجهزية التامة من الناحية الفنية والبدنية هذا استعداد لبطلة البحرين نحن عادة سبوعين قبل أي سباق نقوم بتجربة قبل كل سباق فعموما إذا ما جينا شاركنا في أجواء سباق كنا بنسويها في أجواء تمرين فأجواء السباق تعطينا الدافع والحافز الأكبر كلها باقينا سبوعين تقريبا إن شاء الله سبوعين على آنمان البحرين فهذه المسافة ممتازة للتدريب والتجارب أنا ما عارف بكرا شو اللي عندي لكن اللي عارف بكرا أني بعطي 100% من طاقتي وبشوف أرقامي وين بالضبط عشان أعرف وين آخر سبوعين أشتغل عليه اللي بطولة البحرين طول عمر نظافة البحر أشوفها تشجع للسباحة لأنها محمية هذه المنطقة محمية السباحة فيها زينة بس تعرف يعني يوم السباق أنت ما تشوف هالمناظر ما تستوعب هالمناظر ما تستوعب شي أنت مركز على الأوقات تمركز على المنافسة اللي أنت فيها بتكون منافسة طبعا يعني شديدة من البداية ولكن إن شاء الله في النهاية نحن بنحاول إن شاء الله يعني نبعد شوي الفارق بيني وبين المجموعة اللي بياي أنا أكون صريح معاك رايح أعطي 100% يا أفوز يا أني يعني أشوف أنه وين بالضبط الخلل كان فما عندي شي أخسر في هذا السباق هذا أنا أخري يا أخري أخشوها شكرا